اهلا بكم النواب رسالة الامير مقدرة وعلى العين والرأس ونقول لسموه سمعا وطاع رئيس المجلس مرزوق الغانم نثق بان قيادتنا ستعبر بسفينة الكويت الامواج المطلاطمة وستصل الى بر الامان في تصعيد شديد اللهجة ضد تهران بالتزامن مع حملة تطهير غير مسبوقة تستهدف امراء ومسؤولين في السعودية اتهم ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان امس ايران بشن عدوان عسكري مباشر ضد المملكة عبر اليمن وقال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان هذا الانخراط قد يرقى الاعتباره عملا من اعمال الحرب ضد المملكة استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح امس كل من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم موسيقى موسيقى